هنروح من الجنباز نروح للسباحة بالزعانف السباحة بالزعانف بياخد بطولة العالم للأساتذة بسربيا منتخب الوطني الأول للأساتذة للسباحة بالزعانف هيشارك في بطولة العالم داخل حمامات السباحة والهتتلاقي في مدينة بلجراد في سربيا في فترة من 9-12 يوليو اللي احنا فيه منتخبنا هيشارك في البطولة دي بباعتة مكونة من خمس لعبة وهم محمد حسني عبد المجيد محمد طارق سالم محمد متحد عبد الفضيل محمد أحمد عبد الحميد مايكل شكري جيرجس وقال كابتن سامح الشازلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ أن الاتحاد مركز وبيهتم بالمشاركة في البطولات أو بطولات الأساتذة بشكل عام لأن مستوى السباحين المصريين بيسمح لهم في المنافسة بقوة والصعود إلى منصات التتويج العالمية على مستوى الأساتذة مصر كمان هتشارك بعدها على طول في بطولة العالم للكبار ولتلاقي في الفترة من 10 ل 17 يوليو إن شاء الله واللي احنا مشارك فيها بيسم كونا أيضا من 5 سباحين وخلينا أقول لكم أن بلجراد أن الحقيقة كان ليا الشرف أن أنا رحت هذه المدينة أكتر من مرة في معسكرات وبطولات مع منتخب مصر الحقيقة هذه المدينة السربية هي مدينة قلعة رياضية انت ومن تخش بلجراد تلاقي مدارس متعددة في الرياضة يعني بلجراد دي كانت لو تفتكروا يغزلافيا السابقة كانت يغزلافيا هي كان يعني سربيا ومنتنيجرو وكرواتيا وعندك كمان الجبل الأسود والبصنة والهارسة كل دول كانوا دولة واحدة اسمها يغزلافيا يمكن الناس ما تعرفش التاريخ ده كانت بلعبوا تحت راية يغزلافيا وكانت يغزلافيا من أحد أو كانت أكبر دولة أوروبية في الرياضة كان دايما من اللي بينافس يغزلافيا كانت يغزلافيا واليونان كان هم أكبر دولتين في الرياضة كان أسبانيا بقى ما ظهرتش وإوتاليا كانت بتنافس في بعض الألعاب والبعض الآخر لأ عندك نفس الكلام فرنسا كانت في بعض الألعاب والألعاب تانية ولكن كان يغزلافيا سابقا تحدي اليغزلافي كان اسمه كده واليونان هم كانوا أقوى دولتين في أوروبا بينفسوا على كل الألقاب حتى في بطلات الأولمبياد بعد طبعا تفتت الغزلافيا وحصل ده مع تقسمه لكذا دولة بقى كل دولة بتتميز في حاجة ولكن أكبر معقل للرياضة في التحاد الغزلافي اللي تم تفكيكه هي بالجراد وما زالت بالجراد فالحقيقة بالجراد عاصمة كبيرة للرياضة ومش غريب أن يتعامل فيها بطولة العالم للأساتذة في الغوص ده وضع طبيعي في كورت السل وفي كورت القدم